موسيقى زي ما كلمنا الحلقة اللي فاتت ان نتيجة حياة اي انسان بتكون يا اما نتيجة اختياره ويا اما نتيجة تأسيسه هبدأ الفقرة بكسه كان طالب في الجامعة كان مستمر في حضور المحاضرات وكان شاطر جدا وكان قاعد في وسط المحاضرة يوم وراء الثاني وراء الثالث فجي يوم نام في وسط المحاضرة وهو وهو نايم سمع صوت الطلبة وكانت انتهاء المحاضرة لكن بدأ بالفعل ان هو يقوم ويكتب العصاب بورة اللي كان الدكتور كان سيب لهم مسألتين هو كان متعود ان الدكتور يسيب لهم مسألتين كواجب يعني المهم الطالب ده خد المسألتين وروح البيت وبالفعل بدأ يحل في المسألتين لكن معرفش وبدأ مرة والتانية وجاب كتب من مكتبة الجامعة لكن معرفش يوم والتاني والتالت والرابع والخامس جي حلها فيه استغرب ان الدكتور ما بصش ولا فكر في حل المسألتين ولا داهم اهتمام مع انهم كانوا بالنسبة له صعبين جدا وما كانت شايف ان فيه طريقة سهلة عشان يحلهم فجالوا في دول ان هو يقوم للدكتور ويسألوا قالوا يا دكتور المسألتين الحركة كنت حطيتهم قبل كده قالوا المسألتين دول عجز العلم عن حلهم فالطالب استغرب والدكتور استغرب لما الطالب قال له انا حلتهم فالدكتور بص على طريقة حل الطالب ده ولقاها فعلا نتيجة صحيحة وبالفعل كانت الحاجة الاساسية في الموضوع ده كله ان هو وصل ان عقله ان هو كان في الفصلة دي كان نايم وكان موصل لعقله ان ما فيش مستحيل لكن كل الطالب اللي كانوا حاضرين كانوا عارفين ان العلم عجز عن حلهم ودي النقطة اللي انا هتكلم معاكو فيها يا ترى ايه اللي خلى الشاب ده ينجح ان هو محطش في دماغه كلمة مستحيل وبقى الطلبة حطه في دماغهم المستحيل ازاي بقى نتعامل مع الاداء اللي هي سر نجاح ناس كتيرة جدا وهي العقل العقل اللي هي اداء من الادوات النفس فبدون ارادة النفس لن تكون لن يكون للعقل كيما ولا يوجد استخدام له دون ارادة نفسه اول حاجة عاوزين نوصل لنفسينا ان ما فيش حاجة اسمها مستحيل يعني لو رجعنا لستين سبعين سنة وقلنا لحد ان احنا هيكون معنا تليفون محمول نشوف حد في اي دولة في العالم ونكلمه صوته صورة كمان ساعتا يقولك انت بتتحك على العقل ده مستحيل ودي الصورة حصلت على الارض الواقع ودي بنشوفها بالفعل ان التكنولوجيا كل يوم ما فيش فيها مستحيل وبنوصل لاي حاجة احنا عاوزينها اولا عاوزين نعرف تاني ايه الحاجات اللي بتوقفنا وما بتخلناش نستخدم عقلنا صح او الحاجات اللي بتتزرع جوانا غلط من تأسسنا الاتعاد عن الكلام السيء والكلام السلبي اللي هو انت فاشل انت مش تنجح انت مستحيل تعمل اي حاجة انت ملكش لازمة اي كلام الكلام ده بنسمعه كتير او انا بكرهك او كلام ده كله في سنة 1990 عالم اسمه العالم مصورو العالم ده عمل تجربة على كباية مية كبايتين مية وبطرمانين رز المهم كبايتين المية دول كان بيمسك كل كباية وهو حطيتها في الفريزل وكان يقول لها انا بحبك ويمسك الكباية التانية يقول لها انا بكرهك وقعد يستمر على النظام ده لفترة لا تقل عن اسبوع وبدأ بالفعل ياخد نتيجة التلج ده ويحطها تحت الميكروسكوب ويشوف نتيجة الكوب اللي كان بيقوله كلام حلو كانت الاصر التلج نفسه كانت كريستال لونه ابيض وكانت الجزئات جميلة لكن الجزئات بتاع الكباية اللي كانت واخده كلام سلبي كانت وحشة وكانت مكروه ودي موجودة على النت ويدخلوا شوفوها تجربة الرز او تجربة المية في اخذ الكلام ان كلام ده بيكون عبارة عن اما طاقة سلبية اما طاقة ايجابية لكن كلام اللي احنا بنسمعه ده اما بيزودنا او بيزود فينا الطاقة السلبية او بيزود فينا الطاقة الايجابية يعني لو ابني متربي في بيت كله كلام ايجابي انت تنجح انت شاطر زي مثل الدكتور احمد زويل كان بيعلق على الحيطة بتاعته الدكتور احمد زويل وكاتب كده وكانت والدته بتشجعه على كده وزي ما تكلمنا الحلقة اللي فاتت فيه فكرة الحاجة ام الاختراع بتاع العالم اتسون رغم انه هو كان فاشل في الدراسة لكن تشجيع والدته انه هو معاه اصلا اداة تقدر انه تنجحه وتخليه شاطر هي الاداة دي لازم يكون فيه تشجيع في النقطة دي زي ما تكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن النقطة دي الدكتور لما بييجي يخش له المريض يبدأ الدكتور يستقبل المريض ويقول له لا انت كويس انت بخير ويبدأ يطمنه بعد ما يكشف عليه لكن فيه داكاترا بتدي خوف للمريض وقت ما يدخل لا دا انت حالتك صعب قوي ساعتها المريض بيجي له زيادة في ضربات القلب والخوف يتوغل داخل اعضاء فده لازم ناخد بالنا منه وتأثير الكلام لما الدكتور بيمتص خوف ورهبة ومرض المريض بيكون افضل في العلاج وده علم بيدرسه الدكتور دلوقتي ازاي بقى نستفيد من عقلنا ونكون سعداء ونجحين في الحياة الحاجة اللي انا عاز اوصلها في النقطة دي ان العقل عامل زي الارض الزراعية اللي هتزرعه فيه هتلاقيه يعني زرعت مثلا صماريت بطاطس هتطلع لك صماريت بطاطس مش هتطلع لك صماريت خيار لكن اللي انا عاز اقوله ووضحه في النقطة دي ان العقل بيتقبل اي كلمة انت بتقولها له بس لكن مش من اول مرة يعني الكلمة اللي انت هتقولها له كلمة ايجابية كلمة تشجعه يعني تقول توقف قصاد المرايا كده وتقول انا ناجح انا شاطر لكن مش بالكلام بس توقف تقولي نفسك انا ناجح ومتاخدش الخطوات لكن دي لها طرق علشان تكمل في الطريق ده وتستفيد من قدرة عقلك الحاجة التانية هي الاستمرار على سقي الارض ان انت بتسق الارض لو ما سقيتهاش هتموت هكذا اللي بتزرعه جواك هيموت طالما انت مش مستمر عليه ولازم تتخيل علشان الفلاح اصلا بيتخيل او عارف ان النتيجة هتطلع من الزرع والزرع هيطلع بكل حاجة هو كان متخيلها النتيجة بتاعته كان متخيلها انها هتطلع مثلا صمرة وهتطلع صمرة جميلة والزرع هيطلع حلو فده بيخلينهم مستمر على سائل ايه الارض والحاجة التالتة وهي الصبر يعني مش من مرة اتنين لأ انا عاوزك تستمر على الحاجة الايجابية اللي انت هتوصلها تقعد تقول لنفسك الكلام الايجابي لكن تصبر وبكده نكون خلصنا الفقرة الاولى وندخل على الفقرة التانية ونتلع فاصل ونرجع لكو تاني ارجعنا لكو بعد الفاصل ونتكلم في مشكلة مجتمعية مشكلة تربية الاطفال وتأسسهم فيه باكولة بتقول التعلم في الصغر كان نقشع الحجر يعني اول سبع سنين في سن التفولة دي بتكون اقوى سبع سنين في حياة الانسان عموما افضل من محط الجامعة ده السن اللي بينزل عليه البرمجة اسمه سن التمثيل اللي انا عاز اتكلم فيه ان التفل في الفترة دي بيشوف وبيسمع وبيحس وبيخزن يعني اي تصرف بتعمله هو بيخدم وبيخزنه جواه وبيستمر عليه زي الام مثلا لما تخش المطبخ او تعمل حاجة او الاب لما يتصرف تصرف ما الابن او التفل ده بيقلده مع الوقت وبنتلع لناقي ان التفل بيمشي بنفس المشي او طريقته طريقة والده فده بيشبهه فيما بعد لكن النقطة اللي انا عاز اتكلم فيها ان التربية اللي هي المشكلة اللي انا اقصدها اللي اصبحت دلوقتي حاجة صعبة جدا في الشارع ان التفل ما بقاش متربي صح ما بقناش مهتمين بايه بتربية الاطفون يعني ابهات وامهات تيجي تقولك احنا ربينا وكبرنا وعلمنا لكن ولادنا سبونا او ربينا وكبرنا وعلمنا ولادنا تلوع فشلين الفشل او ان هما يسبوكوا ده بيكون له نتيجة او له سبب ده جاي من سبب السبب اللي هو التربية ان احنا ما تفنناش او ما عندناش فنون التعامل مع الطفل وازاي نتعامل مع كل طفل والاخر يعني الطفل العنيد والطفل العصبي والطفل الهادي والطفل السرير الغضب الحاجات دي كلها لازم نتعلم فنون التعامل مع الطفل هبدألكو بكسة طفل كان ابوه وامه مش بيسمعون كان التفل ده في يوم الايام اتخانم مع بعض صحابه وبدأ ان هو يحس ان هو في حاجة جواه عاوز يتكلم فيها مع حد فكان قرب حد ليه هو ابوه فجي وقت انهم بتاعه فوالدته دخلت عليه لقيته صحي فكان صحي علشان مستني والده عشان يعود يتكلم معاه والدته ضربته وما سمعتش منه علشان ينام السبب ان التفل ده كان مستني ابوه عشان يقعد يتكلم معاه ويحكيله حد ما جيه وقت الاب والام خدوا ابنهم للدكتور وقالوله وقالوله ابننا بقى عدواني والده عشان حصل واحد اتنين تلاتة وحبيت ان انا استنى والدي ما بقوش اسمعوني حبيت اتكلم معاه حصل مشكلة بيني وبين صاحبي لكن ما فيش حد بدأ يسمعني بدأت اتصرف من نفسي الدكتور بعد ما خلص الجلسة مع الطفل ده قام وقال للاب والام انتوا اصلا اللي عاوزين تتعالجوا انتوا معرفتوش فنون التربية لو ما فيش تفاهم بين الاب والام مش يكون فيه حالة الاولاد والاطفال مش يكونوا فيه حالة صحية مستقرة هيكون فيه تقسير من الجانب ده لو الابن مش واثق من نفسه كان فيه قصة المدرس كان جديد في مدرسة وكان اول يوم ليه في الفصل فطلع بدأ يتكلم مع الطلبة وسأل سؤال فجي اختياره على الطفل فالطفل ده قام قال له سؤال فالمهم الطفل ده معرفش يجاوه معرفش يجاوه بالسؤال بتاع الاستاذ لكن كان ساعتها هو خايف وفي رحشة كده ومتاخد كده من نفسه عشان كان متورس فيه ان هو غابي فالمهم قاعد فالدكتور فالمدرس سمع صوت الطالب اللي قدام بقول ده غابي قوي فالطفل متعود على الكلمة دي فبقى كده بقى مش شاطر المهم المدرس ده راح للمدير وسأله على الطفل ده قال له ده فعلا طفل ده غابي جدا فالمهم المدرس حاب يعمل تجربة مع الايه الطالب ده وخده كل يوم في وقت الفصحة قاعد يقرر معاه بيت شعر واعد يحفظوله وحاول يحفظوله لكن صعب على الطفل ان هو يحفظه كده من اول مرة لكن المدرس تحاول ان هو ايه يحفظه البيت الشعر ده وبالفعل يحفظه المهم جيه في وقت الحصة بتاعته بعد الفصحة فالمدرس سأل الطلبة وقال لهم في بيت شعر بيحكي عن الموقف ده واقوله لكم وحكى وقال بيت الشعر ده مين اللي يقدر يقول بيت الشعر ده فقام الطفل وقال انا يا استاذ فالمهم المدرس استغرب ما استغربش هو طبعا عارف ان هو اصلا بيمرن الطفل ده وعاوز يعمل معه تجربة فقام وقال البيت ده فخلى الطلبة يسقفه له ويساعتها الطفل حس ان هو بدأ يرجع وبدأ يصق في نفسه ومع التعود المدرس بدأ يحفظه قبل كل حاجة وبدأ الطالب ده يحب النحو اللغة العربية عمتا والشعر والبلغة وكل حاجة لكن مع الوقت الطالب حس ان هو بدأ يتشجع من اللي حواليه ان هو ما بقاش غبي ان هو وصل لعقله ان هو ما بقاش غبي وبالفعل نجحت التجربة والطالب ده بقى من اشتر الطلبة اللي موجودين في الفصل الحاجة التانية ان كان فيه قصة طالب برضو غبي وكان متورس فيه وكان وصله الاحساس ده المهم والدته بدأت ان هي تفكر في حاجة علشان تعالج الغباء ده بحاجة تانية ان هي بدأت توصله اني لو قريت كتاب في الاسبوع انا خليك تعمل اللي انت عاوزه من غير مضربك فالطفل حب الحاجة دي علشان ان هو يعمل اي حاجة يلعب يروح لصحابه وينزل الشارع يتعامل براحته علشان يعمل الحاجة دي ويكون براحته لازم يقرأ الكتاب ده كل اسبوع وبالفعل بدأ يقرأ الكتاب كل اسبوع لحد ما بدأ في وسط كل حصة الطالب ده بدأ يسك في نفسه علشان يعارف معلومات مفيش حد من الطلب عارفها وبالفعل بدأ ونجح لحد ما وصل لدكتور طبيب جراح في امريكا ونجح بفضل امه هي اللي شجعته على القرية يعني تأثير نقطة المية اللي بنشوفها مع مرور الوقت بنلاقيها في اخر اليوم ملت كباية كبيرة او ازيازة كبيرة تتعدى مثلا الخمسة لتر يعني من نقطة لخمسة لتر يعني مع الوقت لو احنا علمنا ولادنا ان هم او خلينا ولادنا يقروا نصف ساعة كل يوم في اخر السنة هنلاقيه ما يقرب لتقريبا متين ساعة او مية وتمانين ساعة المية وتمانين ساعة دول هيأثروا في حياة الطفل ازاي هيكون مكتسب معلومات هيكون تصرفاته افضل هيكون ناجح في كل حاجة هيكون عنده معلومات وده هيزود له ثقة في نفسه فده احنا عاوزين ناخد بالنا منه ونعلمه لولدنا ونورص فيهم الحاجة دي علشان ينجحوا في المستقبل مش يبقوا زي دلوقتي الاجيال اللي هي طلعة ان شاب ما تعداش ال 15 سنة وبيغني ومعه عربية تمنى 3 مليون جنيه وشاب معه مؤهل عالي ومش لاقي مرتب الف او الفين جنيه دي صورة بقت صورة فاسدة في المجتمع دلوقتي ما بقيناش نعلم بقينا نمشي مع الطيار اللي يجي فلوس اكتر نمشي وقراه وبدأ ناس وده كاترة كتير وعلماء اتجهوا للجانب ده جانب الشهرة او جانب الغناء ويسابوا المجال ده الحاجة اللي انا عايز اوصلها من الكلام والكصص دي ان انت ترعي ابنك رعي ابنك في كل حاجة ازرع فيه كل حاجة لازم تاخد بالنا لازم ناخد بالنا ان كل حاجة وكل تصرف فيه نعمله الابن بيكتسبه نحافظ عليه من التلوس السمعي والبصري والدير اللي احنا عايشين فيها وناخد بالنا ان الطفل الجواهي طاقة برضو لازم ناخد بالنا ان الطاقة دي لازم نحط في المكان الصح ونختله رياضة ما اذا كانت بقى سباحة او جنباز او اي نوع رياضة عشان يفرغ طاقة بتاعته في الرياضة دي الجانب الثقافي ان احنا نبدأ نديله معلومات هيحس ان هو ايه بقى عنده معلومات كتيرة يبدأ يحب العلم ونشجعه على دخول في الجانب ده الجانب الاجتماع ان احنا ندول دور من المسئولية ويبدأ نشيله يشيل دور من المسئولية ولما يكبر هيكون شايل الدور ده ويكون شايل مسئولية في اي جانب من الجوانب مش يطلع زي دكتور جاله زوجها بتحكي عن ان زوجها بيتكلم مش قادر يشيل مسئولية مثلا ويسألها فين والدته فقالت له والدته موجودة فجابت والدته فهو بيسأل والدة الزوج وبتسأله بتقوله هو الدكتور بيسأل حمات الزوجة حمات الزوجة فحمات الزوجة بتقوله بتقوله الدكتور انت انت غبي انت ما بتشيلش مسئولية بتقوله اللي ابنها يعني قدام الدكتور فبدأ يتورص في الطفل او لحد ما بقى زوج انه هو فاشل وبكده نكون خلصنا ايه الحلقة النهاردة ونقولكو تسبع على خير اشتركوا في القناة 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 شكرا